صباح الخير سنعمل مقبلات سموها مقبلات سناك مقبلات بالبسكوت الملح مقبلات بالبسكوت الملح البسكوت هنجيب اي بسكوت مملح هنجيب اي بسكوت مملح واي حاجة عندك في التلاج جيبنا رومي مبشورة جيبنا متزرلة جذر جيبنا بالتوم خيار طماطم حتى السبانخ ورق السبانخ كمان جيبنا القديمة بتاعت ايا صاحبتي محتفظة بالعلبة خبيها انا بس اللي باكل منها يا ايا شوية حبة البركة هناخد بقى البسكوت ده ونشكل بقى نفضل نفنن في كل بسكوت هنعمل ايه يعني مثلا دي حتة جبنة قديمة على البسكوتة هنحطها كده ممكن تحطوا بسكوتين فوق بعض وفي النص الجبنة دي حط طماطم حط حتة خيارة ورقة لبانخ او جرجير لاتون نبثوا بقى شكلها ايه في كده وقت بيبقى في اليوم اللي هو بين الفطار والغدا او بين الغدا والعشا مش بنبقى عارفين ناكل في ايه فغالبا دي ممكن تعملي طبق كده وتحطيه قدامك كنتوا رايحين جايين بقى ايه ربنا يعيننا في الشتة ده يعني عموما جيب الجبنة اللي بالتوم دي نحطها برضو نفردها كده على بسكوتية انا قبل كده عملت الطريقة دي بس كانت بالعشل توست فكانت عاملة زي السليزونات حطت لها كده لتونية وشوية جذر بقى شكلها كده وطعمها حلو جدا طبعا البسكوت المملح مع الحاجات الحوادق دي تبقى حلو قوي شوية جبنة الحاجات بقى اللي هي الجبنات اللي بتلسيح زي الجبنة الرومي دي او اللي احنا بنقول عليها توركي يعني والجبنة المودلرلة دي ممكن بقى تحطيها في طبق لوحدها وبعدين تدخليها شوية المايكرويف تلسيح كده تبقى رائعة دي برضو جبنة برضو لازم تلسيح الجبنة دي بتاعت السندوسات تتحط على البورجر والحاجات دي تحطيها كده تحط عليها بقى جبنات لاتون خيار جرجير عاية اقول لكم ورق السبينغ ده انا بجيبه وحطه في السلطة مش بين خالص ان طعم السبينغ فانتو لو ولادكم مش بياكلوها ممكن تحطها لهم في السلطة او تعملوا بيها حاجة كده تبقى مفيدة جدا ليهم دي جبنة وعليها حبة البركة شكلت كده طبق شكل ويفتح النفس كده وهي حاجة تسالي الولاد ممكن دي اصلا تدالهم في اللانش بوكس كمان عندك ضيوف تعملي طبق وتحطيه